مر مئة يوم على تسلم حكومة فيليب كويار زمام السلطة في مقاطعة كباك مئة يوم من الصعود والهبوط السياسي حيث من الصعب اصدار حكم على الحكومة الليبرالية الحديثة العهد انما هذه الفترة الزمنية كافية لاعطاء فكر عن توجهات الحكومة فبعد ان حلق على غيوم نشوة الانتصار والفوز في الانتخابات العامة واجه الحزب الليبرالي في كبك مجموعة من العوامل المتعلقة بالموازنة الصعبة اعادته الى ارض الواقع بسرعة قياسية فقد تبين للحكومة الجديدة ان الثغر المالية في الموازنة تقدر باكثر من ثلاثة مليارات دولار مما دفع بوزير المالية كارلوس ليتاو الى التعاهد بطرح موازنة مسؤولة ففي الموازنة الاولى له عمد ليتاو الى الغاء 20% من الحوافز المالية للشركات ولدعم قطاع البناء انشأ الوزير برنامجا للحوافز المالية لاصلاح المباني السكنية انما الاستثمارات في قطاع البناء التحتية لم تكن على مستوى الوعود الليبرالية وبذلك خطط حكومة فيليب كويار مسارا باتجاه التقشف وفي هذا السياق يرى الخبير لويك برني من المدرسة الوطنية للإدارة العامة ان الموازنة الاولى هي بمثابة موازنة مؤقتة وبانه يتوجب على حكومة فيليب كويار اصدار موازنة حقيقية من شأنها اضاح معالم السياسة التي ستتبعها الحكومة الليبرالية في غضون الاشهر المقبلة وضع الخلاف بين وزيرة العلاقات الدولية كريستين سانبيار والنائب عن الحزب الكبكي جون فرانسواليزي جانبا بعد ان وافق هذا الاخير على الاعتذار الذي قدمته سانبيار له امس الاربعاء والتي اعترفت ان تصريحاتها قد تكون جرحت شعور الوزير السابق لانها تشكك ربما بنزاهته ولذا فانها تسحب تلك التعليقات في السياق ذاته عاد لزيل التذكير بضرورة الدفاع عن النزاهة وسمعة الاسرة وبانه عند تقديم الاعتذار يتوجب على المرء ان يرضى بها وجاء الاعتذار على لسان الوزيرة سانبيار في عقابة تهديدات من قبل سلفها بامكانية رفع دعوة قضائية عليها بتهمة التشهير واشارت الوزيرة سانبيار الى انها ستعمد الى اجراء مراجعة ادارية حول تلك القضية وبانها سترسل نسخة من النتائج الى النائب المعني بالامر تعهد وزير التربية والتعليم العالي في كابك ايف بولدوك بتسديد المبلغ المالي الذي ستطالب به مؤسسة الضمان الصحي في كابك فضلا عن تسديد مبلغ موازي الى منظمة خيرية تعبيرا عن حسن النية والتقى امس الوزير بولدوك برئيس الوزراء فيليب كويار بمحاولة لتهدئة الاجواء المشحونة بسبب حصول بولدوك على حوافز مالية بقيمة 215 الف دولار لمتابعة 1500 مريض جديد عندما كان يعمل بولدوك في الطبابة بموازات عمله كنائب في المعارضة وتعتزم مؤسسة الضمان الصحي مطالبة الوزير الحالي باعادة 50 بالمئة من الحوافز التي تمكن من الحصول عليها عن المرضى الذين لم يتمكن بولدوك من متابعتهم في غضون فترة الاثني عشر شهرا المدرجة في إطار الاتفاق إلى جانب أطباء الأسرة في ردود الفعل اعتبرت الناطقة بلسان الكتلة النيابية للمعارضة الرسمية أن يسمى التي أنه يتوجب على الوزير بولدوك إعادة المبلغ بأكمله معتبرة بالوقت عينه أن تصرفات الوزير هي نوع من انتهاك لروح البرنامج المذكور من جهة أخرى تسأل النائب عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك إريك كير أين هو رئيس الوزراء فيليب كويار من هذه الأزمة وبأن الخطوة المشرفة الوحيدة في هذا الملف تتمثل في إقالة الوزير من منصبه لأنه أصبح فاقدا للسلطة الأخلاقية للإستمرار في متابعة مهامه الوزارية أشار أمس الأربعاء وزير العمل في كيبك سام حمد إلى أنه تم التوقيع على الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في قطاع البناء وصادق تأكفة الأطراف المعنية على الاتفاق المذكور باستثناء اتحاد العمال في كيبك الأفتيكو فرع البناء واعتبر الوزير أنه أصبح بإمكان عمال قطاع البناء الاستفادة من العطلة الصيفية بعد أن تأكد الجميع من وضع حد للنزاع القائم مما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المقاطعة نعيد التذكير أنه لم يتم حتى الساعة الكشف عن تفاصيل الاتفاق وأشار الوزير حمد إلى أن الاتفاق المبدئي الذي تم توصل إليه مختلف كليا عن الاتفاق الذي فرض على عمال قطاع البناء بموجب قانون خاص أصدرته العام الماضي حكومة بولين ماروة أقفل أمس الأربعاء مصنع إلكتروليكس في مدينة لاسونبسون أبوابه قبل يومين من الموعد المحدد مسبقا لذلك وخسر أكثر من 1500 عامل وظائفهم علما أن قرابة 50 عاملا سيواصلون عملهم في غضون الأسابيع المقبلة لإقفال المصنع نهائيا نشير إلى أن مصنع إلكتروليكس هو في المرتبة الأولى في عداد الشركات التي توظف أكبر عدد من العمال في لاسونبسون ونعيد التذكير أن الحكومة في كبك أعلنت عن توفير ملحق مالي على الرواتب الخاصة بالعمال الذين تخطوا سن الخمسين عاما لدعمهم أثناء الفترة الانتقالية لإيجاد وظيفة جديدة علما أن عددا كبيرا من أولئك العاملين قد يعمدون إلى الاعتماد على تعويضات البطالة خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة في الخبر الأخير تراجع عدد حالات الغرق في مقاطعة كبك حيث سجل منذ مطلع العام الحالي 21 حالة غرق أي بواقع 16 حالة غرق أقل مما سجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسهم القانون الجديد المتعلقة بالمسابح الخاصة والذي دخل حيز التنفيذ عام 2010 في درق جزء من مخاطر هذه الرياضة الصيفية بامتياز وبموجب القانون المذكور تلزم الحكومة أصحاب المسابح بوضع سياج حول المسبح مجهز بباب يقفل بشكل تلقائي بعد فتحه علما أن المسابح التي تم بناؤها قبل عام 2010 لا تشملها تلك القواعد ونشير إلى أنه تم تسجيل 434 حالة غرق في مقاطعة كبك منذ عام 2008 وأربعين حالة منها في المسابح المنزلية ست حالات في الأماكن التي تخضع لرقابة علما أن الغالبية العظمى من حالات الغرق سجلت في المياه الطبيعية بإشارة إلى الأنهر والبحيرات مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة